انعقد بمراكش الجمع العام التأسيسية للفرع الجديد الفيدرالية المغربية لنشر الصحف بجهة مراكش آسفي هذه المحطة السادسة في الاستراتيجية الجديدة للفيدرالية المغربية لنشر الصحف لدعم الإعلام الجهوي كانت محطة نظيمية ناجحة ولكن هذا النجاح في المحطة التنظيمية يتوق إلى النجاح في تأهيل المقاولات الصحفية وفي إقناع الفاعلين بأنه لا يمكن أن تكون هناك لا جهوية لا مستعاولة متقدمة إذا لم يكن هناك إعلام جهوي قوي وبالمناسبة منتخاب إبراهيم سروت مدير جريدة الانتفاضة من أجل الحداثة رئيسا للفرع الجهوي للفيدرالية درنات حملة دي لنا ودرنات لتطموش أحي اللي ترشحوا والحمد لله في زناب هذا الفيدرالي الجمع العام للفيدرالي لجهة مراكش آسفي هذا تكليف مشيت شريف ولهذا حاولنا إن شاء الله ورحمه رحي المستقبل باش ننضمه الجسم الصحفي بجهة مراكش آسفي ويأتي إحداث التمثيلية الجهوية للفيدرالية في إطار مسلسل لأعادة هيكلة تقودها الفيدرالية وتجسد لوعيها بأن مستقبل الصحافة بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بإدماج الإعلام الجهوي في التنمية المحلية